السلام عليكم و اهلا وسهلا بحضراتكم يا رب تكونوا بخير النهاردة يوم السادس من اكتوبر و يوم السادس من اكتوبر طبعا حضراتكم عن فين عام الف تلاتة و سبعين اللي هو بيدكد عليهم يوم العزة و القرامة ل مصر و كل عام و دائما مصر مرفوعة الراس مصر والامة العربية ولكن الاسف الشديد ان احنا النهاردة في يوم ذكرى السادس من اكتوبر ولكن بيصاحب معاها ان هناك من اخواتنا في فلسطين بيستشهدوا و اخواتنا في لبنان بيستشهدوا وبعض الاخوة الاخرين اللي عاديين بيتخانوا على السوشيال ميديا انت كذا و انت كذا لا شوف دي كده لا شوف دي كده ده اصبح حنة لما نقارن ما بين حنة دلوقتي و حنة كيف كنا ام واحدة و وحدة واحدة في سنة الف تلاتة و سبعين فشتان يعني ما بين ذلك و الحين النهاردة بنتكلم على حاجة مشابهة حصلت قبل كده وهي النهاردة لاسرائيل قصفت لبنان بشكل غير طبيعي والضحية الجنوبية في بيروت بشكل لم يصبك من قبل لم يصبك من قبل حتى في مقتل سواء حسن نصر الله او في محاولة مقتل هاشم صفي الدين النهاردة الضربة كانت كبيرة جدا 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 فجر اليوم بس خلينا اول نقول ان انبارح بالليل قوات حزب الله اوقعت كتير جدا من المصابين تجاه القوات الاسرائيلية اللي حاولت انها برضو تتسلل واعلنت حزب الله رسميا انها بالمدفعية اطلقت على مجموعة كبيرة من الجنود بيستخدمهم قوات النخ بعدهم الاسرائيلية لمحاولة التسلل باتجاه خلت شعيب في بليده القوات اللبنانية او حزب الله امطروهم بالمدفعية لحد ما ترابعوا واكدت تماما حزب الله انهم اوقعوهم ما بين اصابات كبيرة حقيقة لما نشوف حلاقي ان اسرائيل مو بتتعمق طبعا انها لا تبيح ابدا بعدد قتلها ولا الاصابات اللي فيها بس حزب الله فعلا بيوقع فيهم مجموعات كبيرة من الخسائر طب ليه بقول لحضرتك المعلومة دي تحديدا لان كانت اسرائيل كانت قبل ما هي تبتدي على حزب الله كانت تحاول دايما توجه رسائل معنوية يا لبنانيين انتوا حلوين وبتعيش حياتكوا ابعدوا خالص عن حزب الله دول كذا دول كذا دول كذا فلقوا ان الموضوع مش جايب نتيجة لقوا ان كتير من اللبنانيين متمسكين بحزب الله بل اني بشوف ان في ناس مسيحيين في لبنان والسنيين هما بيشجعوا حزب الله لان حزب الله هي المقاومة اللي احنا شايفينها في لبنان مع كل احترام وتقدير هل احنا سمعنا ان الجيش اللبناني اطلق رصاصة واحدة الجيش اللبناني استوشهد منه اتنين ولم يعلق حتى عن ما حدث اذا المقاومة عندنا من حزب الله طيب عندنا في المانيا في سنة 1943 كانت امريكا دخل بقى في الحرب مع انجلترا وكانوا الالمان عاملين صولات وجوالات وعايزين الامريكان ان هما يضربوهم باي شكل حقيقة لما نيجي نشوف هنلاقي ان الناس يعني والتاريخ بيتناسى عملية اسمها عملية جمورة جمورة دي بيسموها حتى اوبريشن جمورة كانت في اواخر شهر يوليو في سنة 1943 اتعاملت على مدينة هامبورج في المانيا هامبورج دي فوق في الشمال ناحية الدينوارج ويعني في اختلاف كبير حضراتكم ما بين هامبورج مثلا وميونيخ هتلاقوا فيه ثقافة برضو حتى مختلفة نوعا ما ففي هامبورج هناك فيه وقى الميناء ومنطقة صناعية كبيرة فالامريكان يعملوا ايه تخيلوا عملوا واحدة من اكبر حملات الابادة في التاريخ كلها ابتدوا يشتغلوا بالطيران وبالقنابل وبقصف فوق هامبورج لأيام متواصلة لدرجة ان حصل اندلعات حرائق كبيرة جدا وحصل عواصف مع الريح مع النار اشتعلت هامبورج كلها مات على اثر الموضوع ده اكتر من 43 الف من الالمان واصابات تقدر باكتر من 120 الف اصابة ده غير عشرات الالاف او مئات الالاف اللي شردوا في الشوارع العملية دي عملية كبيرة جدا كان ايه الهدف منها الامريكان كانوا عاوزين يضعفوا تماما المقاومة الشعبية جوه الالمانيا مش عارفين الالمان ملتفين حوالين الجيش بتاعهم فعايزين ان هم يكسروا كرامتهم ويكسروا رقابتهم يعملوا العملية دي ويبيدوا ناس مدنية وكانت ضرب مش ضرب على اماكن عسكرية كان على اماكن مدنية النهاردة لما الجانب الاسرائيلي يضرب في الضحية الجنوبية لجنوب في بيروت باشدوا اعنف الهجمات اللي عملتها النهاردة اسرائيل او في فجر اليوم اكتر من 30 هجمة حصلت على الضحية الجنوبية في بيروت ضرب عنيف جدا قالوا ايه بقى قالوا احنا نتعمدنا ان احنا نضرب البنية التحتية ومخزن الاسلحة والزخيرة بتاعت حزب الله وفضلوا طول الليل شغالين بضرب الغاية كما برضو التاني والتالي بولا حضراتكم ان لحد اللحظة دي القتخنة متصعدة وفي حرائق موجودة في الضحية الجنوبية من بيروت بس انا من وكهة نظري المتوضعة ان هناك اربع اسباب هي اللي ممكن وصلت اسرائيل انها تعمل اعنف ضربة من بداية الحرب لحد النغاردة على الضحية الجنوبية يعني زي ما بقول لحضراتكم كده ما حصلتش زي ما حصلت فجر اليوم السبب الاولاني يا اما ان الاسرائيليين عرفوا انه ورد الى حزب الله مجموعة جديدة من الاسلحة والزخيرة وموجودة في الضحية الجنوبية وممكن نقول ان ده سبب ولكن انا نوعا ما استبعده السبب التاني وهو اقرب بشكل كبير لنا وهو ان اسرائيل النهاردة بتضرب كل ما تبقى من بنية تحتية لحزب الله او توقعات ان دي حتى بنية تحتية لاستعدادها لضرب ايران وتوجيه ضربة كبرى الى ايران فبعد كده لما هما يضربوا ايران ما يبقاش الانتقام يتوقعوه من اكتر من جانب لا يبقوا متوقعين ان الاتجاه ده هو اللي جاي منه الضرب لكن ما يقولش متوقعين ان الاتجاه ده من ناحية لبنان حييجي منه الضرب ده برضو فرضية الفرضية التالتة ان من الوارد ان هما لم يتأكدوا حتى الان من مقتل هاشم صفي الدين والنقطة دي لازم نوقف عندها لان هما حصل نصر الله لما تم مقتله او استشهاده اعلنوا بعدها بالسعاد وقالوا خلاص ولكن لحد الوقت هما قالوا من المرجح بشكل كبير وما فيش امل ان هما يلاقوا هاشم صفي الدين بس لما نشوف مقتل هاشم صفي الدين هنلاقي انه هو يعني انه يروح بنفسه هناك هو واسماعيل قواني قائد الحرس الثوري او فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني ومع مجموعة هناك ويروحوا بنفسهم في نفس الضحية اللي تقتل فيها حصل نصر الله فهم ممكن يكونوا معتقدين انه كان لسه عايش في حبه انه هو يضربه او همكن من الناحية الرابعة انه هما شايفين ان لزالت المقاومة في جنوب لبنان او حزب الله بيكبدوهم خسائر كبيرة فحبوا يعملوا نفس العملية اللي اتعملت في سنة الف تسعمية تلاتة واربعين انه هما يضربوا على المدنيين علشان يمرسوا ورق الضغط لذلك النهاردة اصبح في نزوح جماعي حتى في المخيمات الفلسطينية في صبرة وشتيلة والمخيمات الاديمة الفلسطينية اللي موجودة في لبنان نهاردة الفلسطينين برضو بينزحوا بيهجروا منها لان بيطولهم الضرب هناك فاذا لحضراتكم ان الضرب ده ليه اسباب اللي انا قلتها حاجة تانية برضو موضوع اسماعيل قاني اللي هو قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني وده من اعلى المراتب اللي موجودة الراجل ده مختفي مش لقينه خالص اخر حاجة عارفينها انه هو كان رايح على لبنان على بيروت علشان يقابل قادة حزب الله علشان يحاول انه هو يعالج معاهم اللي حصل من مقتل القادة وعملية البيجر وهكزا ففي على فكرة فيديو ان شاء الله نازل برضو حينزل بعد ساعتين تلاتة حقائق جديدة وتفاصيل جديدة جدا جدا عن عملية البيجر ان شاء الله حينزل لحضراتكم بعد ساعة بس برضو اسماعيل قاني ده ارحد مش قليل ده بقول لحضراتكم ده واحد من اعلى المراتب اللي موجودة في ايران الراجل ده مش موجود مش لقينه خالص فاحتمالات كبيرة جدا انه هو كان مع هاشم صفي الدين في اسناء الضربة لكن هما لا لقوا جثمانه ولا لقوا جثمان هاشم صفي الدين لحد دلوقتي ننجي بقى على حاجة وهي الرئيس الفرنسي ماكرو ماكرو كان طالع انبارح بيتكلم في احدى الازعات يعني وبيتكلم بقعد يعني قعد يقول ويمدح في اسرائيل وان احنا لازم نحفظ على امن اسرائيل وان احنا مع اسرائيل من اول بصه قعد تقريبا حوالي ناقص يجيب كده الانجيل ويشلف عليه ان انا ويقول والله انا بحب هو فاضل كده فاللي حصل ان هو قاعد يقول المقدمة دي وبعد كده قال كلمتين من نفسه يااخي فرج على نفسه قال يتوقع لازم نتجه الى الحل السياسي وان احنا نبطل ندي سلاح الى اسرائيل العمالة بتضرب فيها المدنيين في غزة وفي لبنان مغلطش مجروعا مثلا ما قالش اكتر من ان انا يا جماعة احنا لازم نتجه الى الحل السياسي علشان خاطر مش هينفع ان احنا نفضل ندي اسرائيل السلاح اللي بيتقل بيه غزة الموضوع يعني كتير قوي كده ومعلوم يعني حضراتكم ان فرالسة اه ما زودتش قبل كده او في الفترة الاخيرة اسرائيل بأسلحة ولكن شاركت بمكونات في الاسلحة تفرق شاركت برضو بمكونات فهو قالك كلمتين دولت وطلع بقى نتنياهو وطلع الصحف والاعلام الاسرائيلي عار عليك انك انت تقول كده ازاي ازاي انك انت تقول ما ناخدش سلاح لازم نفضل لاخد سلاح ونقتل هنا وانا 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 تا ايه جننت احنا الاسرائيليين لازم نفضل نقتل هنا وانا وانا طب بص كده احضر لكم على مقطع الفيديو موسيقى موسيقى وذلك يستطيع أن نعذر بكثير من أجل وأن نجد أن نجد إليه وأن نجد إليه من إليه ويساكي أساكي وهو لا يزالج سيطرة ويساكي يتعلمون أيضاً عندما نرى الأنمين عندما نقل أجل سنجل فرقه أننا في المنزل ويحصلت على المساكل ويحصلت على المساكل على المساكل لتعرفة إلى الإسرائيل نهاناً، نحن نساكيًا ونحن نحن بإمكاني اصدقاء على المدنة على سنعرفات؟ هذا كان ازالما على الجديد فقط لغايا لغاية الدرس، أدremos ان wingsل ليبقى ماى سنقاته وان نستنقاته عن اصدقاء الغحة هذه البحرات هو فقط للغاية في اجب مباشرة وقوم بالجارة كلها ، لا تكشرين فقال الغحة عندما يستمر أن نجد المسارحة في قد مفرحة الأقوار ويمكنك أيضا أن تعمل على صفحة الوليسية التي ستجعلها بإمكانك المساعدة لكم ده حتى لما حصلت الضربة بتاعت إيران على إسرائيل الأخيرة فرنسا حشدت كل قوتها وكانوا في أهب الاستعداد وكانوا عايزين يقولوا بالروح بالدم أنتوا شوفتوا حضراتكم أكتر من كده بيحصل في مفارقات آه ده اللي بيحصل لذلك النهاردة من يملك القوة يملك الكلمة من يملك القوة العسكرية ومن يملك القوة الاقتصادية ومن يملك القوة العلمية والقوة التكنولوجية والفنول القوة النعمة من يملك القوة فعلا يملك الكلمة النهاردة كان زمان الحق قوة ولكن النهاردة القوة هي الحق حبيت أن أنا أسرد مع حضراتكم آخر وأحدث المستجدات بشكركم جدا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو السلام عليكم اشتركوا في القناة